أهلا بيكم في حاجتين دلوقتي بقوا عاملين خطورة على سنان البشر من ضمن الكمسومية ألف حاجة يعني مش هما دول بس بس أول حاجة الفيديوهات أو السوشيال ميديا والفيديوهات اللي فيها النوع من أقول إيه؟ عدم التركيز لأنه ساعة لما يكون إنسان في حالة سعادة في حفلة مع أصحابه في حاجتين في الغرب بقى فيه كمان كارثة اسمها لكحل إنه ناس بتشرب ودي نصيب سودة فبيفقد اتسانه وبعدين بيصور فهو بيصور هو مش مركز هو فين؟ إيه اللي حواليه؟ صاحبه جنبه هو بص للكاميرا مقرب من حد حد مقرب منه فبسهولة شديد هو في حتة خطرة بيتحرك فين بالزبط عينه على الكاميرا إنتم تخيلين المنظر فبيخبط في حاجة تكسر له سنة تكسر له سنتين ثلاثة ده اللي حصل في قصة واحدة بريطانية في حفلة فتاة بريطانية البنت دي كانت قاعدة في اسمها كاتي أوتامين كاتي كانت في خروجة مع العيلة مع جوجها وصحابه وفرحنين بيه الخروجة وفرحنين بيه الصهرة وعملين بقى يصوروا ومش عارف إيه وفجأة فجأة تتعرض كاتي إلى خبطة جامدة جدا وتفقد سنانها كلها بشكل دراماتيجي مخيف زي ما شايفين في الصورة اليمين طبعاً اللي احنا شايفين وخلي بالك وشوف الفرق في السنان يعني لو انتوا بصيتوا للصورتين هي دي مش سنانها وعد السنانها في حدثة في خطة في لحظة فقط السنان بس مع ذلك تشوف الوش وكأن الوش الوش كبر فجأة كبر فجأة طبعاً مع التكنولوجيا المتقدمة في عالم الأسنان قدرنا إن احنا نرجع تاني لكاتي بوشها الطبيعي لكن أرجع أقول لكم تاني إنه المخاطرة بالسوشيال ميديا والفرحة بال طبعاً والحركات بقى اللي بتتعمل على التلفزيون اللي هو بقى حركات الخطورة يعني صورني يا باشا وأنا مثلاً بقى بجري جاريا جمدة جداً فوق بتاع كده وتزحلق وطير مش عارف الكور واعمل حركات بقى هتشير بيها هتشوف بقى ريشي ولا مش عارف اسمه إيه دوت كام ألف هيتابعوني أساناً اللي هي فولور والنتيجة بتكون خطيرة جداً بالنسبة للناس دول يا أخي ما فيش مشكلة يبقى لك فولور في اللبس في الشياكة في الفاشن لكن بلاش في إنك إنت تكون مغامر أو بتاع حركات خطرة لأنه السنان هي من الحاجات اللي بتدفع التمن من ضمن ممكن التمن ده يكون أخطر كمان يعني ممكن التمن ده يكون إن إنت تأجي لك إصابة خطيرة في العمود الفقر لكن السنان ما هي برضو إصابة خطيرة النهاردة حوار ممتع جداً مع واحد من نجوم عالم طب الأسنان النهاردة الحوار سيكون بالتفصيل ونهاردة فيه نقاط جديدة كعادته في عالم طب الأسنان دايماً الحوار بيكون معه واحد من ميجا سرز السنان النهاردة طب السنان الممتع جداً مع طيف العزيز الأساس الدكتور كريم بكاتي أنا لازم أروح الدكتور للأسنان عشان أعرف إيه مشاكل الزراعة للوقت تمت بسلام يعني خلاص أنا كده ولا فيه مخاطر منتظراني المريض بياكل وهو مش حاسس إنه هو خايف يأكل حاجة ناشفة عشان فاطر الزرعية لا طب التحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم دايماً بنقول إن من حق أي حد إنه هو يأكل حد آخر ينفع عمره بأسنان والسكتة ويستطعم الأكل اللي هو بيأكله لازم تبقى عارف إن المكان ده هيعمل لك الحاجة اللي شكلها طبيعي حلو الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين عضو كلية الجراحين الملكية بنجلترا عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان ضيف العزيز القمة العلمية المتميزة والإسم اللامع هو واحد من ميجا ستار عالم طب الأسنان بيومتاعنا بحواره الشيخ دايماً أستاذ دكتور كريم مكادي استشاري زراعة وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية وعضو الكونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان أهلا بيك دكتور أهلا بيك دكتور أيما زي حضرت الله يخلي قبل ما أدخل في المواضيع النهاردة لو أنت جايب لنا مواضيع جديدة كم واحد بيجي لك في الكلينك من الناس دي من الناس اللي عاملة كالسن لا كتير جداً وخصوصاً أن هو يعني شكله كله بيروح بعد ما يفسقد السنان إحنا عندنا الدحكة هي أول حاجة بيقع عليها عين البني آدم وإحنا بنتكلم مع بعض فأول ما لقي إن ما فيش أسنان ده بيعمل لي أتراكشن إن في عندي مشكلة وده بيخليه هز ثقته بنفسه يعني دايماً هتلاقي اللي عنده مشكلة في السنان الأممية عبيت حال كده هو ما بياخدش راحته في الضحك دايماً هتلاقي قافل بقه هتلاقي دايماً عنده مشكلة في الكميونيكيشن بتاعته بس في نقطة مهمة جداً كل حد بيتخبط مش لازم السنة تتكسر عشان يبقى فيه مشكلة يعني أنا مجرد ما اتخبط خبطة جامدة في سناني لازم أروح للدكتور الأسنان لنساعتها عصب بالسنة نفسه بيموت وبيتعفن بعد كده ويبدأ يعمل لي خراج في كيس دهني بيعمل لي مشكلة تانية كتير قوي فدايماً أنا بنصح أي حد اتخبط خبطة جامدة في أسنانه حتى لو ما اتكسرتش لازم يزور دكتور الأسنان بتاعه طبعاً السوشال ميديا خلت فيه يعني هرجالة وجنون مش طبيعي ما انت بتلاقي مسلا واحد يعني سيق متسكل ومسك الموبايل بيصور بالزبط بالزبط وفي اللي بيقعد فوق العربية وهي ماشية وينطب من فوقها مش حالك إزاي لا دول مجانين لكن انت بسا أنا بكلمك على أبسط الجنان صح هو سيق المتسك المفروض مركز صح ومسكه بقدير الاتنين وقع العجلتين آآ آآ لا المفروض مركز ماسكه بقدير الاتنين صح ساب إيد ومسك الموبايل وبيتكلم الحد في الموبايل أو بيعمل بقى الفيديو بتاعه بزبط الفيديو بتاعه يعني بزبط فينش أقلب مش كيلة بقى سنين دي أبسط حاجة في القصة الحادثة ده في عمود فقري وفي ناس بتروح خالص بقى نهاراً تجلينا بموضوع مهم جداً اسمه العضة العضة ايه طايت ايه كانت العضة دي ناس تفهمها الأول وبعدين تكلمني عن رفع بقى العضة العضة دي هي تطابق الأسنان مع بعضينا وده اللي بيخليها تمدخ يعني طول ما هي مزبوطة احنا بنمضخ كويس لازم تتضبط ازاي لو احنا أسناننا مع وجهة ومش قفلة مزبوطة لازم نبدأ نعمل التقويم بتاعها عشان نقفل قفلة مزبوطة لو انا عندي درس أو سن نقصين انا كده بدأت حمل غلط على الأسنان بتاعتي اللي بالتالي هتسمع في المفصل بتاعي تعالى نفترض هنتكلم بطريقة موسطة عشان نستفهمنا لو باب اللي هو متعلق على مفصلتين أو ثلاثة بدأنا نعمل عليه حمل بشكل مش مزبوط إيه اللي هيحصل؟ هيبدأ يحصل حمل زيادة في حتة من المفصلات عن الحتة التانية نفس القصة بالنسبة لمفصل الفاك طب ده بيترجم بإيه؟ إيه المشاكل بتاعته؟ بيبدأ يحصل التهابات في الأربطة اللي ماسك الغضروف في مكانه طب الغضروف ممسوك بأربطة جامد قوي من كل الناحية هل هنعرف محركه؟ لأ لو حصل له التهابات بتبدأ الأربطة دي ترتخي اللي بيترجم معانا بعد كده بصوت طقطقة طقطقة ده بيبقى الغضروف طلع من مكانه ودخل فبيترجم بالنسبة لي إن أنا وأنا باكل بسمع صوت طقطقة طب إيه المشكلة بتاعته؟ مشكلة إن الحمل على الغضروف بيبقى مش متساوي فبيبدأ يحصل تآكل في الغضروف في حتة أكتر من حتة اللي بيخليها بعد كده تتقطع ونخش في عملية أو قصة إن إحنا مش عارفين نقفل ولا نفتح بقنا التفادي ده إزاي؟ وعلاجه إزاي؟ إحنا بنتفادي إن إحنا لازم يكون عبدتنا سليمة نمضغب بطريقة مصبوطة عشان خاطر نقدر إن إحنا نحافظ على المفصل يعني إنه كل يمين زي الشمال يعني ما عنديش سنان نقصة يعني ما عنديش سنان معوجة فإن لو عندي حاجة من الحاجتين دول لازم أزور الدكتور لو عندي صوت التقطع لازم أجري عالدكتور عشان يحل هالي قبل ما يحصل قطع في الغضروف بتاعنا طيب لو أنا لحقت سمعت صوت التقطع فأجريت عالدكتور في عندنا من أول إن إحنا ناكل حاجات صوفت فترة ونبدأ نشوف ليه التقطع دي حصلت هل أنا باكل على جنب أكتر من جنب بسبب نقصة أسنان أو حاجة زي كده هل سناني معوجة؟ هل بجز على أسناني؟ ونبدأ نشيل السبب بتاع المشكلة دي لو الموضوع تطور شوية بنبدأ نعمله حاجة اسمها رافع عضة رافع عضة ده بيعمل إيه؟ لو إحنا افترضنا أن ده راس المفصل راس المفصل وده التكويف اللي في الجنجمة اللي بايت فيه راس المفصل فهو بينهم في الغضروف بنبدأ نرفع العضة عشان نعمل يرجع فيها الغضروف لمكانه مرة تانية ويحصل له عملية الإلتقام الطبيعي لو إحنا سيبنا لحد ما يقطع الغضروف بتاعنا هنبترضي بقى نخش في عملية ترقيع في المفصل الفك وقصة إحنا يعني عمر ما المفصل عمر الحاجة بتاعت ربنا بترجع زي الأول طبعا فإحنا لازم نحافظ على نفسنا من الأول إن إحنا ما نوصلش إن إحنا عندنا التعبات في الأربطة اللي ماسكة الغضروف في مكانها ولو حصلت لقدر الله وبدأت بتاعتها بيان زي التقطاء أو زي وانا بقى بتاح بوقي ما بعرفش أفتاع فاتحة كاملة يعني بياخد زاوية عشان أعرف أكمل الفاتحة لازم أجري عالدكتور عشان يلحق عايزو روح لمرضو حاجة استهتار الناس بكلمة خراج أو بكلمة كيس دهني أقول لحضرك على حاجة الموضوع ده موضوع كبير جدا الموضوع ده بدأ الأول كان تسوص صغير أو خطة زي اللي إحنا اتكلمنا بعليها في أول الحلقة بيبدأ التسوص ده إحنا سيبناه يبدأ يأكل ده عشان خاطر ما فيش فلو أب عند الدكتور بصورة منتظمة يبدأ يتطور يجيب العصب بعد كده يعمل خراج حد بعد كده يعمل خراج مزمن اللي هو بيبقى أكل في العظم ويتطور لحد الكيس الدهني الكيس الدهني ده بتطور لأمراض مش كويسة يعني فيه أنواع من أنواع الأكياس الدهنية التي تعامل معاملة الأورام يعني بالاستقصال فاحنا لازم دايماً أي مشكلة صغيرة نبدأ نلحق فيها أسنان ما زي ما احنا شايفين اللي فوق ده ده كيس دهني كيس دهني ده اتقلب بحاجة اسمها أوكي سي اضطرنا أن احنا نعمل علاج للأسنان ونشيد الكيس الدهني في عملية جراحية ونزرع عب عشان خاطر ما يتطورش معانا ويبدأ يصيب الأسنان اللي حولينا احنا ممكن نخسر الأسنان ممكن يقلب معانا بأمراض مش كويسة ممكن يبهدلنا الدهني ده صورة كيس دهني فوق خسرنا الدرس كله اللي هو ده بس ده هنا بسبب كان علاج عصب ما كانش مزبوط فبدأ يجمع بكتيريا اللي بدأت تضغط على خلايا العب اللي هي اشتغلت بنظام الاستيوكلاستيك اكتيفتي إن العب بيأكل نفسه احنا عندنا العب بيشتغل بنظامين عكس بعد سبحان الله يعني احنا وشانا وإحنا بيكبر بيبدأ العب يزود نفسه من بره وياكل نفسه من جوه فسمك العب ما بيكباش بالزبط نفس الكلام ده لما بيحصل براشر على خلايا العب بتبدأ تاكل نفسها احنا بنستفيد من الموضوع ده مثلا في التقويم نعمل ضغط بمجدار معين على السنة اللي هي بتضغط على خلايا العب فتبدأ تاكل نفسها من ناحية الضغط وتبدأ تزود العب من ناحية تانية فالسنة تتحرك ممكنها فحالة البكتيريا والخراج والكلام ده كله الصديد هو اللي بيعمل الأكشن ده بيبدأ يضغط على خلايا العب اللي بيأكل نفسه جسمي سبحان الله كدفانس ميكانيزم أو نظام دفاعي بيبدأ يبعد نوع من أنواع الخلايا اسمها إبيسيليل سيلز عشان تبطن الأوضة المعمولة اللي فيها الصديد عشان تقلل البراشر أو الضغط على خلايا العب بس المشكلة إنه هو لما بيكتمل الإبيسيليل سيلز دي في الأوضة كلها ده بيبقى الكيس الدهني اللي بعد كده بيتطور لحاجات مش كويسة احنا عندنا ده حضر لكم شايف تحت احنا ده كل اللابيط ده ده كان كيس دهني وإحنا شلناه يبقى بعد الكيس الدهني اللي 2-3 ملي الفك يعني ممكن الكيس الدهني ده يقدي إن الفك نفسه يبقى ضعيف لدرجة إنه خطة تكسر يعني كل ده كان عبم متاكل بسبب الكيس الدهني اللي قابليه احنا شلنا الكيس الدهني حطينا وزرعنا العبم ده بكميات كبيرة بعد كده عملنا فيه أيوة هنا هنا زرعنا زرعات في المكان اللي كان فيه كيس الدهني يعني احنا زرعنا العب شلنا الكيس الدهني اللي هو ما كانه فراخ عطينا العضل استنينا عليه ستة شهور وبعد كده عطينا زراعات دي بنجاح الحمد لله إذا نستهتار بالتعامل مع الأكياس الدهنية قد يكون ثم نوالي المسكن مش هو الحل انت شلت العرض احنا عندنا الطب بيقولك We have to remove the cause احنا لازم نشيل السبب اللي أدى إلى العرض لكن طول ما أنا بشيل العرض بس فالسبب شغال بيبهدل الدنيا أكتر أنتم متهمون على فكرة دي جاية بحاجة لطيفة جاية قادمة قريب في حوارنا كده بس أنتم متهمون أنتم مين؟ أنتم معشر أطباء الأسنان يعني هنحاول أنه بقى كويسين آه لا هقول لك بقى الاتهم إيه باش أنتم متهمون بأنكم أعداء الأطئم المتحركة لسبب ربما يرى البعض أنه يعني أنتم كارغين الأطئم المتحركة لأن المعمل هو اللي بعمل الأطئم المتحركة أنتم مش عايزين المعمل هو اللي يتحكم في القد أنا بكلمك بقى على فكرة أنا فقور أن أنا متهم بدا مش أنت بس كل الأطئم أنا بكلم على قبل الفيلد الطبي أنا ضد الأطئم المتحركة لأقصى درجة إحنا بنستخدمها أنا بعملها مؤقت للمريض يمشي به لحد ما زرعاته تمسك مشكلة الأطئم المتحركة إيه؟ أول حاجة إحنا طول ما إحنا بنستخدم الأطئم المتحركة وبنمضغ عليها بتبدأ تتحرك بحركة تلخلخ الأسنان اللي هي مسكة بمشابك فيها وتبدأ تعمل تآكل في السنة نفسها اللي بيخليها تكسر بعد كده يعني أنا خسرت بقية الأسنان الموجودة بسبب الطائم المتحرك مشكلة الثانية إن ده بيخليني معوطش الأسنان المفقودة بزراعة أنا خلاص معتمد إن فيه طائم متحرك وده اللي بيخلي العب مي تآكل خلي بالك يا دكتور آيمن اللي بيحافظ على حجم العب هي الأسنان اللي جوهة أو البديل بتاعها البديل بتاعها ده اللي هو إيه؟ الزراعة عشان كده دايما بننصح إن أي حد بيخلع درس لازم يزرع مكانه عشان ما يبدأش العب مي تآكل فيبوز الدرس اللي بعديه وتبدأ تكر تسحب سنة في الثانية لحد ما نخسر أسناننا كلها فهنا ضد الأطم المتحركة لإن أنا بعد كده العب مي بتاعي تآكل بوصل أسنان بتاعتي نبدأ نخش لو في الفك الألوي العب مي تحت الجيوب الأنفية بيقل جدا فبنتطل نخش في رفع جيوب أنفية عشان نرجعه مرة تانية فهي القصة كلها إن إحنا عندنا القدرة دلوقتي في 2022 إحنا نعيش بأسناننا بقية حياتنا سابتة ليه نخش في الهاصل أو القصة دي كلها فإحنا محتاجين إن إحنا نفكر سمارتر أو بطريقة أحسن إن أنا عشان أحافظ على بقية سناني لازم أعود بالزراعة عشان خاطر أستطعم الأكل الحساسات بتاعت الاستطعام مش موجودة في اللسان بس هي موجودة في سقف الحلق بالجناب تستطعم الحاجات الملحة مثلا فأنا طول ما أنا مغطيها مثلا بتركيبة متحركة أنا ما بدأش الأكل فهل أنا منطقي إن أنا عب بقية حياتي مش بستطعم اللي أنا بأكل أعمل ناكهة فالأكل مشكلة فأنا خسران ناكهة أكل خسران سنان خسران عضم والعضم ده أصلا الشاسي المجدود عليه عضلات الوش وجلد الوش والكلام ده فلما العضم بيكش عشان ما فيهوش أسنان هيبدأ الشاسي ده الحاجات اللي عليه تبدأ تكرمش فيبين سن المريض أكبر من سن الطبيعة وإحنا شفنا كاتني شوية اللي هي بتخبطت بس في حادثة كاتني تحولت وكبرت عشر سنين مثلا كبرت في ثانية بالزبط بعد الحادثة بس فجأة وشها مش قابل ده مش قابل وبعد في خلال شهور ده قابل وبعد في يوم في ليلة طبعا مش هنتكلم بقى إن الطقم ده كل شوية حيوسع مننا عشان العضم كاش فهبدأ ماشي ملازم دكتور السنان على طول يقع مني عشان خاطر أنا عضمي كاش وقدام الناس وإحراغوا وكلام ده كله زي ما احنا شايتين الوش نفسه تغير يعني بص حضرتك الحركة المشهورة كان الوضع عامل إزاي ناحية اليمين الستة كبرت قد إيه عشان خاطر خسرت أسنانها ومع واضطهاش نفس الكلام هنا هو الحركة اللي هي فيها دي فقد الأسنان روبين ويليامز الله يرحمه كان عنده مشكلة فقد الأسنان وكان وشه بدأ يبقى فيه التغير ده صح أعتقد إنه برضه إهماله في التعامل مع الأسنان روبين ويليامز هو اللي خلاي ينتحك في الآخر يعني من ضمن الأسباب أو ضمن أشكال الإهمال في النفس أو أشكال الاكتئاب الاكتئاب بزبط اكتئاب مش ظاهر لأنه المكتئاب أنا أبدأ أسيب نفسي خلاص المكتئاب على فكرة ممكن تلاقيه وقعت معك وبيتكلم وبتاعه وهو بيفكر في الانتحار صح مزبوط كده يعني دي خلي بالكم الحكاية دي مزبوط كده هروح بقى لاتهام آخر أنتم واتهاموا أنا معاك بإنه عمليات رفع الجيب الأنفي عمليات بالنسبة لكم يعني إلى حد صعبة ومكلفة مالياً عمليات الجيب الأنفي رفع الجيب الأنفي بقى دلوقتي أسهل من السهولة بقى في حاجة تكنيك اسمه Close Sinus Lifting إن إحنا بنرفع الجيب الأنفي من نفس الفتحة اللي بنحط فيها الزرعية زي ما إحنا شايفين الفتحة اللي موجودة الرفيعة دي ده الدرس لما تخلع بدأ العظم عشان ما تعوضش على طول العظم يكش فتجيب الأنفي كبر ما بقاش فيه عظم نحط فيه زرعات فبدأ نفتح فتحة صغيرة خالص من تحت زي ما إحنا شايفين كده هو أيوة ونبدأ نزق منها أدوات بتاعتنا ونبدأ نزق بعد كده سلاين مكانها هي خرم صغير جدا لا يتعدى الملي ونص يعني ونبدأ نزق واحدة واحدة حيزق دلوقتي السلاين بتاعها ويرفع الجيب الأنفي بعد ما هيرفع الجيب الأنفي يبدأ يحط أيوة الرفع الجيب الأنفي يبدأ يحط العظم بقى مكانها ويبدأ يدي فرصة للزرعانات الزرعانات هذا العظم بدأ يتحط مالة لسبيس كلها بالعظم بعد كده حط الزرع في عظم فإحنا تفدينا ده هنا زي ما احنا شايفين الحاجات البيضة الواضحة قوي دي اللي عاملة زي السحاب دي ده رفع جيب الأنفي دي العظم اللي احنا حطناه ده العظم بتاعتنا اللي هو اللي هو الابيض بس درجة البيض بتاعته أقل شوية من الزرع آه بالزبط كده حتلا يعمل زي السحاب يمين وشمال يمين وشمال الزبط ده احنا رفعنا الجيب الأنفي دي كميات عظم كبيرة وانا عايز اقول ان احنا العظم اللي احنا بنحطه اللي احنا بنحطه ده بيلتأم مع العظم بتاع جسم البني آدم بيبقى حتة واحدة لدرجة ان احنا هنا حطينا فيه زرعات وركبناها المريض بقى أسنانه كاملة خلينا ما نقولش المريض خلينا نقول الكلينت اللي هو فقط أسنانه رجع له أسنانه مرة تانا هروح لاتهم آخر النهاردة كل القعدة اتهمات انا جاي هنا اتحط تذكر بس ده مش اتهم بقى هو ده يعني هو هقوله لك زي ما هو في دماغي كده انتم متهمون مش انتم انت لكن الفل للأسنان متهم متهم بحاجة مش انتم برضه مش ده كترة او ربما ده كترة ليه ما بتتصدوش بالشكل الكافي للزرعات الرديقة بحيث ان يكون الموضوع فيه تجريم واضح لهذه الزرعات الرديقة بحيث ان الظاهرة دي تختفي مين قال كده دكتور احنا بنتصدى لها مش بكلم عن ده كترة هو مش دي مش ده كترة ده هنا الكلينت نفسه هو عنده مشكلة انا طول ما انا بسترخص وبدور على حاجة تحت السلم عشان خاطر أزرع أسناني طب ما انا كده موافق ان انا يتحطي لي حاجة ليست ذاتة كفاءة المناسبة هنا ده الفتحة دي ده عضم متأكل بسبب زرعية مش مظبوطة احنا المريض جالنا بقال لنا زرعت من شهرين وعندي قلم شديد على طول فجايين بنفتح لقينا المنظر ده بعد ما شوفنا في الاكس راي ان فيه كمية رديولوسنسي او تآكل في العضم شديد جدا موجودة في الأشعة بتاعتنا هي اللي قدت بسبب الزرعية اللي هي مش مظبوطة بقى فيه يعني مشكلة انه بقى فيه يعني التراست دي حاجة مهمة جدا تتروح الدكتور تراست بالنسبة لك لازم تتراست الماتيريا اللي بتاعته الدكتور حرفة وتكنولوجي وخامات تلات حاجات دول ممكن يكون شوطر جدا بس خاماته رديئة ممكن الانفاكشن كنترول بتاعه ما يكونش كويس ممكن يكون بالسطرخص طول ما احنا بندور على السعر وصد الكواليتي احنا بنخسر كتير قوي الكواليتي اهم حاجة في الدنيا عندي صحتي في الاخر انا مش هينفع احط حاجة في جسمي مجهولة المصدر ليه مهم قوي بقى ولا هينفع احطها مع حد مجهول فانلازم حد تراستد مع ماتيريالز احنا فاهمين دي جاية مني ولازم اروح عند حد بيخاف على اسمه كويس قوي لان طول ما هو بيخاف على اسمه وبيراي ربنا فانا هبقى ضامن انا في حتة كويس زي ما احنا شايفين هنا دي اكس راي بين ان الزرعية محطوطة والعضم اللي حواليها جري منها المفروض اصلا الزرعية دي عاملة زي المغناطيس تايتانيوم عمتا بيكذب العضم انه هو يتكون حواليه زرعية تايتانيوم اللي احنا شوفناه دلوقتي العضم الجري من الزرعية ده بسبب ردائة الزرعية اذا هي نوع من مش هقول ده هتجاوز يعني تعبير اعلامي اقول اتهام الفلد الطبي مش متهم في الثلاث انتهمات اللي انا قلته لا لطب الاسنان متهم بانه ما تصدش لانه دي مش قضية تكاتل الطب الاسنان انهما يتصدوا بس بس هو بينه وبنكو لازم كل دكتور يبين لمرضاه خطورة الزراعات الرديئة بالضبط كده هي اعلام اكتر منه ضوء طب باسنان بس مسئولية الطباء الاسنان انهم يبينوا الحكاية دي مسئولية الطباء الاسنان انهم لازم يبينوا لمرضى بتوحهم ان استرخاص في طب الاسنان نهايته سيئة نهايته سيئة انت تخسر عظمك وتخسر اسنانك خلي بالك يا دكتور ايمن هي بتبوز العظم اللي حواليها اللي بعد كده بتسحب المشاكل العظم دي بتسحب للسنان اللي حواليها انت هتبدأ تكرر السنان وتبقيه لازمك وانهم بيبينوا لالكلاينز بتوحهم لماذا نكره الاطقم المتحرك هده بقى مشكلة من مشاكل ان انا قاعد بفتح وسائل التواصل الاجتماعي بدور على الارخص مش بدور على الكواليتي مش بدور على التراستد اكتر دي مشكلة كبيرة انت نورت وكالعادة ابدعت وخدتنا في نوزها جميلة متنوعة النهاردة جاوبت اسئلة صعبة جدا وفي مناطق صعبة جدا مثل العضة والتقويمات او تعامل مع العضة مثل رفع الجيب الانفي مثل نقل العصب ايضا ذكرت قضايا مهمة جدا كنت انا فيها الخصم او بمعنى صح يعني كنت انا المتهم اه مش انت طب الاسنان صح في التعامل معه مش متهمه لكن توضيح صح يعني هل طب الاسنان يكره تماما العطم نعم انه هو بيفهم الناس انت بتاخدش المعلومة وخلاص انت بتفهمها بطريقة علمية مبسطة وزراعة دلوقتي بقت سهلة احنا نحط الزراعية في الزيتين ثلاثة فانت يعني الفك الكامل اضرب الزيتين ثلاثة في ست زراعات فالدنيا بقت اسهل وتقدر تعيش حياة احسن باقل تعب والانسان في الاخر لازم يكون حريص على اسنانه ارجوكم خلي بالكم السنانكم ودايما جزء من حياتكم وجزء من جدولكم الاسبوع يكون جزء منه في عيادة طب الاسنان مش كل اسبوع ممكن كل شهر حسب بقى كل 4شبوع كل 4شبوع كل 4شبوع بالنسبة لمريض السكر كل شهرين بالزبط يعني على الاه لكن مفيش اخي انت بتعمل سينات لعربية تك يا اخي ده في ناس بتتفاخر بانها بتعمل رسينات للياخت بتاعها متكلم على الناس تانية بقى مش متكلم عن ناس حافين ناس ما عندهاش العربية لكن ماشي لكن تبص ليزعلك ان الناس اللي بتعمل سينات للياخت ده وعندهم يخذو 두�вид وعندهم عربيت تبصد سنانهم تلاقيها بايزة ده حي يبقى انت بقى بساعتها بتضرب كاف بكاف اه بتضرب كاف بكاف الراجل اللي يعني عنده يخوت عنده ياخته عنده عربية بتاعه وقاعد كل يوم في الحتة الفلانية حتة الاعلانية سنانه كده لا دي تزعل بقى يعني حتى الناس البسطاء برضو لازم ياخدوا بالهم من سنانهم وما فيش حتة في نصف دلوقتي اللي مقدرش كل الاسعار متوفرة وقلب الدكترة حنين برضو على المرضى نورتنا وشرفتنا ضيف العزيز ميجا ستارج عالم طب الاسنان استشاري زراعة التجميل للفم والاسنان زميل كلية الجراحين الملكية عضو كونجس الامريكي لزراعة الاسنان والمؤسسة لمركز مكادي نورت وشرفت الدكتور كالعادة شكرا دكتور خليكم دايما مع الدكتور